استفزازات متواصلة وأزمات متكررة وعقوبات منتظرة هكذا أصبحت تركيا في عهد أردغان الذي حاول تركيا إلى بلد مثير للقلق وعدم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط والعالم دول الاتحاد الأوروبي اتخذت موقفا صارما تجاه الاستفزازات التركية تجاه اليونان وهو ما حاولت أنقر عدم الوصول له لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل نظرا لعدم وجود مبدأ حسن النواية في التعامل معها قرار دول الاتحاد الأوروبي بمراجعة تصدير الأسلحة إلى تركيا من دول حلف شمال الأطلسي جاء مزدوجا مع قرار الكونجرس الأمريكية بالموافقة على فرض عقوبات أيضا على أنقراء لامتلاكها منظومة S-400 الروسية متجاهلة كل التحذيرات التي أطلقتها واشنطن بعدم امتلاك تلك المنظومة الأزمات الخارجية ليست الوحيدة التي تواجهها أنقراء فالأوضاع الداخلية أصبحت أكثر توترا بسبب نظام أردغان حيث كشف أحد المعارضين الأتراكي أمام البرلمان قيام نظام أردغان ببيع ممتلكات الدولة لجهات أجنبية وعرض البرلماني المعارض قائمة بلغ طولها 13 مترا بالممتلكات العامة التي باعها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردغان للأجانب طيلة 18 عاما تولى فيها حكم البلاد يواجه نظام أردغان سلسلة انتقادات من جميع الأحزاب السياسية المعارضة في البلاد على خلفية صفقات أبرمت مؤخرا بين أنقراء والدوحة حصلت بمجبها الأخيرة حق امتلاك مشاريع قومية وأصول للدولة منها 10% من برصة اسطنبول الأوراق المالية حالة الاستقرار التي تعيشها تركيا تنذر بأن الوضع سيصبح أكثر تأزما في ظل سياسات أردغان التي تعتمد في المقام الأول في تشتيت السياسة التركية لضمان بقائه لأطول فترة ممكنة بالسلطة ترجمة نانسي قنقر